السلام عليكم أيها الشعب السوري في عنا معلومات خطيرة ومهمة وصلتنا من مصادر موثوقة فإن شاء الله أصبروا معنا إن شاء الله أنا ححط هذه الأوراق لأنه مشان يعني تتابعوا المعلومات اللي حشرحكم إياها اللي وصلتنا من قصور بشار في ديمصق طيب وغيرها طيب على بعض المصادر جاية من صديقات بنت أبو ثينة شعبان وبعض منها من موظفات تبع بيت الأخرص وبعض منها من منال جدعان يعني صديقات صديقاتها يعني وبعض منها من أصدقاء سامر الفوز طيب فأولا فصار اجتماع لماهر وبشار وعلي مملوك وكنانة حويجة وبثينة شعبان حول الدخول لشرق الفرات من شي كم يوم يعني فقال ماهر إنه التالي قال بدنا نفوت على إدلب وبا بدنا نفوت على شرق الفرات الآن نحن حصلنا ست شهور مخططين بدنا نفوت على إدلب ولازم نقنع الروس إنه ما آآ ندخل على منطقة أكراد لأنه حيصطادونا واحد واحد وبدهم ينتقموا من قواتي يعني الفرقة الرابعة وكذا بسبب مجازر 2004 إلى عملها بالأكراد ماهر يعني فخلوا الأكراد يفوتوا قالوا ويتورطوا فهم قال له بشار الروس نصحوا الأتراك إنه ما يتورطوا وإنه هذه أرض سورية وخلي ميليشيات إيران وحزب الله يفوتوا هنا لأنه الروس بدهم يتخلصوا منهم ومن يعني نفوذهم بسوريا وبدهم يهربوا من سوريا لأنه ما بدهم يشاركوهم بالتعفيش والسلقات وغير ذلك فهم علي مملوك قال له فعلا خلي الإيرانية يتورطوا مثل ما أتلوا ضباط بالجيش مثل مهند الكعدي والملازم جعفر ابنه للواء زيد صالح واللواء أحمد غضبان طبع بردة فنحن مضطرين يعني نقصقص أجنحة إيران لمصلحة إسرائيل وروسيا فمطلوب نشغلهم بمعارك مع الأكراد ويعني ترجع خيرات شرق الفراد لكل سوريا والنظام وهكذا بيستفيد هكذا بيستفيدوا يعني المخابرات والجيش يعني وهن حاليا يعني عم يتعاركوا بين بعضهم فهم قال له أنه رجع جاوبوا ماهي طلع فيه هيك نظرة يعني هيك صاخبة وهيك يعني وانتقام قال ليش ما تدخلوا قوات سهيل حسن يلي قتلوا سمم 23 واحد من الفرقة الرابعة تبعي تقريبا من شي شهرين أنا ما حدخل معاكم على شرق الفرات أنا ححاصر دمشق وأعمل متل ما عمل عمي رفعت وما حدخل قواتي بشرق الفرات وهذا مستنقع أنا ما أنا مستعد أدخله وأنا مبسوط بدمشق ومركز على دمشق فقام بشرق له لك ليش عم تعاند خليهم يعملوا فقلة حزب الله وإيران حتى يرقوا من سوريا وينبسطوا الروس مننا يعني ما عاد فيه مصاري للتعفيش قال لك علي مملوك قال لك ما عاد فيه مصاري والآن شلون من أن نطعم كل مليشياتنا وشلون من أن نطعم مليشياتهم منهن تبع ايران فقال له ماهر قال له الأكراد أصلاً لم حيخلونا نصرق أي شيء أي شيء من هناك وجماعتنا بدون سرقات وتعفيش وما معنى مصاري نعطيهم اذا ناخد ونعمل معارك عند الأكراد شلون من أن نطعمهم بشلون نصرف عليهوا شلون من التعفيش ما وهو خلونا الأكراد نساوي تعفيش هناك فالمهم داخلت القناة عل خطء arguably بوطين اعطى الاوامر ونحن لازم ننفذها ام ماهر جن قال له ليه سكيدي انت احسن لك احسن مطعميك اللي اللبوي تبعي بعد ناقص نسوان تعطينا اوامر يلعن ابوكي على ابو كل بيت حواجة يا بنتي حرف الشين ويا اختي حرف الميم يعني ما خلى فيها مسبه لا كبيرة ولا صغيرة بشار قال له ولا ما بتعف انه هي زوجتي التانية ما بسمحنك تحكي معها ابدا هذا الحكي وثينا شعبان توترت اصابه اتوتوا صوتكم هلا بتجي اسماء بتعمل مشكلة لبشار قال له ابوكي على ابو بشار على ابو كل واحد فيكن انت لسه ناصتيني بثينا عامل حالة مرت ابي وتقليلي انا مرت ابوك وكذا ومتوجعين راسنا وماسكي نص الاصر وماسكي نص كل شي هلا عني بقى اروحي على صافيته ومافيته ارعت ابوكي خليني اعرف اصف حساباتي مع بشار فالمهم عادوا يتخانقوا تقريبا شي نص ساعة حتى هدوا الجو وعلي مملوك رو الشي بناتهم قال له شوف يا ماهر خلينا حطوا نقاط على الحروف نحنا يعني كلنا بنعرف انه حزب الله قام بتفجير الكراجات بجبلة بدهم يقتلوا كانوا اللواء زيت صالح رئيس اللجنة الامنية بحلب وتعليمات الروس انه الميليشيات الشئية لا تدخل حلب طب حزب الله يعني والحجد الشعبي وقام وضعوا لهم مفخخات راح فيها ابنه الملازم جعفر بدلا ما يبدا يحث إلى اللواء زيت صالح كثير من الغطبان كان لئا زيت صالح ووجعنا راسنا نفس الشي اللواء أحمد غطبان قالوا ل Excuse Al Roses انه مايفوتوا الميليشيات الشيعية على منطقة وادي بردا ولكن ميليشيات الشيعية سchi أطل �cri plots والروس قالوا للشياء لا تدخلوا على نبع وادي بردة وقام نقفز له اعمر غطبان اللواء أحمد تقوم به نبعين اتيت pregnنه فأمتوا وبعدتوا قيس الفروة ضابط امن الحرس الجمهوري وجابوا اتلوا على حاجز العمود وضباط كتيرين كتيرين اتلوهم يعني شغلة قديمة جديدة وقالوا عننا مشاكل نحنا بين المخابرات وبين الجيش يوم بقولونا الجيش نحنا ليش عم تخلوا المخابرات انه ياخدوا الفلوس اكتر منا ونحنا الجيش عم ندافع ونحنا عم نضبط الامور ونحنا عم نعاني ونحنا عم نخسر قوات مننا 250 الف مقاتل من الجيش قتلوا فليش انتو يعني بتكون طاعتوا للميليشيات الشيائية بتكون طاعتوا للمخابرات فاورادي يعني المشكلة كبيرة وما عم نقدر نسيطر عليها فقال له انت يعني كمان شايف انه بالنسبة لموضوع هذا اللواء كمان اختلتوه من شقريبا شيء ثلاثة شهر او شهرين اللواء احمد طراف اللي هو من حمص من منطقة القبو يلي عمل دورته في الصين وقلته انه هذا تعاون مع ابو سليمان طيفور اللي اعترف عليه والزيبق ومحجوب ووقت المصالحات وطبعوا لهدول فجر الامة وكذا الى اخره وقتلتوه فانتو عم تقتلوا ناس من الجيش انتو الايرانيين وانت عم تساعدهم فحاليا ما ضل تشبيح وما ضل تعفيش فالشباب بدهم ياكلوا بعضهم البعض ونحن ما مستعدين انه نفتح معركة مع الروس فافضلنا انه نضحي بالايرانيين خلي فوتوا الايرانيين على الفراد منطقة الفراد وحزب الله والحجل الشعبي وندخلهم تحت غطاءات الجيش وهن يعني بتعاركوا مع الاكراد فقال له قلتلك انا المخابرات شافوا انه الجيش مسيطرين على مبالغ كثيرة ومين عم يقتل من الضباط يعني عم يحكوا الناس انه الايرانيين عم تقتلنا ولا الروس عم تقتلنا فالضباط عم يشكوا بالجيش لبشار يعني الشباب بدهم يسروا بعضهم بعض وبدهم فنحن لازم نشغلون بشرق الفراد اذا ما شغلناهم بشرق الفراد حياكلوا بعضهم وحياسروا بعضهم الجيش والمخابرات هيجموا على بعض فالافضل انه نشغلون بمنطقة شرق الفراد وبوتين واردوغان متفقين ما بدهم يعمل شي بادلب بدهم نخلي اوضاعها هذي بادلب فالمهم يعني لملموها ولفلفوها وحاولوا انه يعني يهدوا الاوضاع فيبدوا انه يعني يعني عايشين على كفة عفريت وعصابهم متوترة وهي موضوع شرق الفراد يعني كتير اردوغان لبكهم فيها وجعله راسة وانسحاب ترامب منها ايضا كذلك لبكهم اكثر وحيسوي فراغ هناك وبدهم يجمعوا على الكعكة اللي بشرق الفراد وما بيعرفوا شلون بدهم بقى يصقفوا بعض فان شاء الله الله يسلطهم على بعض مخابرات الاسد وعصابات الاسد وقيادات عصابات الاسد في الجيش والمخابرات وبارك الله بالثورة السورية المباركة الكبرى ونصر الله الشعب السوري وعلى فكرة انه في مناطق المصالحات الاكتير من عناصر ماهر وعناصر حزب الله وعناصر ايران وعناصر اخرى تابع الميليشيات الاراقية يعني عم يصطادوهم فكل مناطق المصالحات مثل غوطة ومثل درعة ومثل قلمون كذا كلهم عم يلقوطوهم واحد واحد وعم يتقنصوهم وعم يصفوهم فوقن فكرة ايها الشعب السوري انه العصابات طبع ماهر او عصابات طبع بشار اسد مرتاحة وفي صراع كبير يعني مستمر بين ماهر الاسد وسهيل الحسن وما حدا بيسترجي من عناصر ماهر الاسد ونقربوه من حراس سهيل الحسن انه كل حراس حواليه روس وعلى فكرة في ثلاث اشكال لسهيل الحسن لانه سهيل الحسن حقيقي مات قتل في معركة حلب ولكن في شخصين يشبهوا عم يستعملوا من الروس تحت غطاء اسم سهيل الحسن يا المبارك الله في الثورة السورية المباركة الكبرى المزلزلة لعائلة الاسد وتذكروا ان هذه الثورة ما زالت في بداياتها وما زالت مستمرة وان شاء الله الاطفال والشباب واللاجئين في كل اماكن العالم يعني يساعدون الثوار وجزاكم الله خير على حصن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته